خطف باير ميونيخ لقب الدوري الألماني من غريمه التقليدي بروسيا دورتموند في سيناريو مجنون وبقي مفتوحا على جميع الاحتمالات حيث تغلب الباير على منافس كولان بنتيجة هدفين لواحد مستفيدا من تعادل دورتموند بمعقله سيغنال إدونا بارك ضد ضيفه ماينز بنتيجة هدفين لمثلهما وبهذه النتائج يكون دورتموند قد ضيع اللقب في آخر جولة من البوندسليغا والباير يتوج باللقب للمرة الثانية والثلاثين في تاريخه والحادي عشر على التوالية